اشتركوا في القناة اهلا بيك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اول حاجة عايزة اعرف كده يعني دعم زوجتك ليك تمام دعم الزوجة ده اهم حاجة عموما في شغلتنا كسيلز يعني شغلتي كسيلز بتتطلب كتير لان انا اتأخر برا البيت محتاجة بقى جاهز على طول شغلتي نفسها صعبة ملهاش روتين معين تمام فان الزوجة تقدر تتحمل زوج شغال سيلز دي حاجة صعبة جدا زي مسلا تتحمل زوج شغال طيار مسلا ملكش مواعيد مليش مواعيد طيب دايما يا ده مش بدائك مش بتحاسي مسلا انت مش عارفة امتى هتجلي امتى هتشرابي امتى هتدامي امتى هتسافري بجد مش مشاكل يعني هي مش مشاكل على طول بس هي دي الحقيقة ان هو على طول انا عنديش روتين يعني ما فيش وقت فعلا زي ما انت بتقولين ما فيش وقت للأكل ما فيش وقت للنوم ما فيش وقت ان انا عندي النهار ده شغل ممكن في يوم اجازته يقول لي لا انا مش نيزل اجازة اصلا انا هفضل هروح لشغل وهو افضل شغال مساعد بتأخر الموضوع ده بيعمل حاجات كتيرة بس استيل لما بشوف ان هو ما شاء الله بينجح وبيتطور بسرعة وبيبقى فيه حاجات كتيرة هو ما شاء الله شاطر في شغله فبحيس ان ده كل ده بيعوضهم على الحال ما فيشتاري هوم بلوجر يعني تعملي ايه بالزبط انا بالنسبالي بحب جدا الانتينير ديزاينينج فكان بالنسبالي كنت نفسي قوية اشتغل في المجال ده مستبعا منفعش للأسف ففكرت بعد الجواز فكرت ان انا طب وي نوت ان انا اللي عاملة بيتي بنفسي بنفس الديكور بكل الديزاينز والحاجات دي فقلت وي نوت ان انا واريلي النيسة الحاجات دي فبقيت دلوقتي بقيت بصور كل حاجة انا بعملها في البيت سواء بقى الديكور اللي في البيت عامل ازاي سواء انا بنظم ازاي ان بحب النظام جدا فبقى بقى اصور كل حاجة بنظمها ازاي برتبها ازاي بعملها فده بالنسبالي اتسا باشن فقلت وي نوت ان انا بتدي اعمله بعده طبعا ما سبت الشغل الاساسي طيب مهانس محمود شركة دريم تاون من انجح شركات العقارات ازاي ده كان من الحاجات اللي بتساعدك في بدايتك كان انت تبيع كويس او يعني ايه شغلانت سيلز عامة بصفة عاملة عشان فيه الناس كثير بتتلغبط في الحتة دي شوية شغلانت السيلز عامة يعني هي شغلانة مختلفة عن اي شغلانة تانية موجودة عموما يعني ليه لان السيلز ده واحد مش ملزم باي حاجة وملوش روتين خالص ده واحد كل مرة بيقابل عميل شكل بيقابل واحد شكل مود مختلف مود مختلف ردود مختلفة تمام واحد يبقى اجريسف معك جدا واحد يبقى طيب واحد ما بيتكلمش واحد ذرا غاي فانت مطالب تتعامل مع ده كله ده غير بقى موضوع بقى انك ملكش مواعيد عملت تنطط يعني انت ملكش مواعيد في المكتب مش مثلا من تسعة لستة مفيش كلامك لا في مواعيد في مواعيد في المكتب عايزي بس ما بنلتزمش بيها يعني انا حاجة الصبح ماشي في معادي هروح امتى ضعو على بس بقى حتت بقى ان دريم تاون دعمتني ازاي يعني دريم تاون دعمتني مش بس في بدايتي لحد النهاردة كل يوم بتدعمنا تدعمنا ايه اداريا تدعمنا اتش اار بيدعمونا ترفيهيا من ناحية كل النواحي تعليميا بقى ده الاساس يعني الواحد اتعلم في الشركة دي قد ما اتعلم في حياته برا خالص في السيلز كل يوم فيه افديت جديد بيعلموكم حاجات اجدد مثلا في شغلانت السيلز في المبيعات في الكلام ده كله كورسز مثلا كورسز حضرنا كورسز قد كده كتير جدا في سبورت جامد من المديرين كلهم حتى من من ال اونرز نفسهم انا بحب الشركات اللي بيبقى الاجواء بتاعيتها زي العيلة كده لو كلنا بندعم بعضه كل المجالات فيها بتحب بعض احنا اغلبنا اعمارنا قريبا من بعض بنا تراوح ما بين 10 سنين كده الفروق ما بيننا كلها يعني احنا بنلعب 10 سنين 10 سنين الفروق ما بينكم في الأعمار مثلا معنا من 20 سنة لحد او نولا 20 سنة مثلا 40 سنة فكلنا قريبين من بعض الروح الشباب موجودة ما بيننا الحماس مفيش حواجز في التعامل قوي يعني احنا بنتعامل مع الاونر بينزل يتعامل معنا بيلعب معنا بليستيشن في الشركة الأجواء حلوة مديدي بيلعب معي فإحنا بنتعامل مع بعض كمان بره الشغل أكتر من جوة الشغل يعني نفس الحاجة يعني إحنا بنتعامل مع بعض بره نحب إن إحنا نخرج مع بعض نحب نتفسح مع بعض يعني بنخصص يوم معين كده بعد الشغل نروح مع بعض نشوف حياتنا بقى بعد كده يمكن عشان كده شركة دريمتاون من شركات النجحة لأن هي قادرة توفر جو مريح للناس اللي شغالة فيها جدا يعني أنا ببقى صح كل يوم عايز أروح يعني بتقولك أو نازل في يوم أجازته أوه أنا فعلك وتعايز أعلق على الجملة دي إن إحنا بيستنى يوم الأجازة أنا عن نفسي بحب القناة بتاعتي جدا وبحب لأنه حتى في أيام أجازتي أنا برضو بحب القناة بحية لا والواحد بيستنى يوم الأجازة بس لا يعني أنا حتى لما باخد اليوم أجازتي وبغضو بريح فيه أجازتي برجع بحس إن أنا بقالي فترة ما جيتش أنا متعود لا أجواء أجواء جميلة أجواء كل الناس بتضحك داخلين من الباب بس سيلزي شغالينا فيها منافسة فظيعة يعني أنا بقى دي حاجة أنا عارفها بعيدا عن الأجواء الجميلة اللي موجودة في الشركة عندكم بس مثلا إنه أنا باعت طب زميلي اللي جانبي ما باعش الشهر ده فأنا عايز أعلي لبقى باعت مرتين في الشهر برضو فيها منافسة فيها منافسة وفيها كوميشنز وفيها حاجات مختلفة صح؟ في دين تون مختلفة جدا طب إزاي؟ لأن إحنا كلنا بنتعام إحنا يعني كتيم واحد يعني أنا في مرة باعتل زميلي زميلي فعلا؟ آه زميلي يعمل لي حاجة في الشغل مش بتاخده من بعض البيع يعني لا 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 خالص ومحد يعني إحنا فيه بنا منافسة منافسة قوية جدا منافسة شارسة بس محدش هنا بيجي على التاني منافسة شريفة شريفة جدا بنحب نساعد بعض اتعودنا إن أنا اللي حساعده النهاردة هو حيساعدني بكرة ومن نفسه فيعني روح الألفة دي نفسها هي اللي تولدت لنا يعني روح عامة في الشركة حتى اللي بيجي جديد بيمشي معنا على نفس الطريقة بيبقى مبسوط طبيعي ميادة احتسك إيه بقى هو بيحب الشيكة كده ومش عايزة الواحد بتخالص أنا مش بوقع خليب أكوز لها ومن فرح لأهم حاجة السلام من نفس في العلاقات من حل مشاكل بلاش النقط دخل خفت فعلش حق حق يضفتي حق أتكلم طب هو بيحب دريمتاون قاعد عباري كنا بعد دريمتاون قلش وميادة خالص لحد اللي وقت اتسيب أحسزك إيه بقى وقال الزوجة في الأول وبعد جرة قلمنا على دريمتاون على طول طب إيه بقى غيرتك بعد دريمتاون بصي بصراحة هو زي ما هو بيقول من كتر ما هم مخلين المكان أسري قوي يعني عايزة أقول لك إن احنا نفسنا يعني أنا روحت معي إيفنت قبل كده كان إيفنت للشركة وكان الأهالي كلهم كانوا موجودين عايزة أقول لك بجد أنا فهمت هو بيحب المكان ليه أنا فهمت الروح اللي ما بينهم هم ما شاء الله ما شاء الله هو أكبر زي الإخوات بيتعامل مع بعض أنا عمري ما كنت بيشوف محمود مبسوط في الشغل يعني دايما بيبقى فيه مشكلة مش مبسوط في الشغل عشان هو مش ما بيحبش الشغل لا هو بيحب شغله جدا ما شاء الله هو بيشتغل جدا وبيحب قوي شغله بس في المكان ده كان مختلف آه هو عملي جدا بس في المكان ده كان فعلا مختلف لأن ما شاء الله مش بيشوف ما بيقوليش مثلا عيب المكان ما بيقوليش ده المدائب كده لأنه كانت بتفرق جدا معي طبعا أكيد سكرتانين سيتتعاملي مع ناس مثلا مش مريحة نفسيا هو ما شاء الله مبسوط قوي معاهم وبيحبهم جدا هما زي الصحاب بالضبط زي الإخوات فده اللي مخليني مبسوطة بالعكس لما بشوفه كده آه طبعا عايزاي يبقى معينا وعايزاي يبقى بيقضي وقت معينا كتير والكلام ده بس تستيل لما بلاقي قدامه وقابل في تطوره في عائد كويس بالضبط بحيث انه لأ يعني أنا I'm proud of you ومش عايزايك بالعكس أنا مبسوطة باللي انت فيه ومبسوطة بالشركة ومبسوطة بالتطور المكان ده ما يدمك كنتش تاري معا في الشركة؟ بصي كنت لسه وقال له إحنا جايين ممكن لأن أنا مفتقدة قوي للشغل عمتا لأن أنا طول حياتي بشتغل من وانا في الجامعة فلما طبعا سبت دلوقتي بسبب ان انا جبت بايبي بسي ربنا يخليك فحاسة ان انا برضو مجال الشغل بقيت شوية عن مجال الشغل فحاسة ان انا ممكن ارجع بس لو رجعت في يوم الايام اكيد اكيد هبقى نيستي ان انا اشتغل في شركة زي دريم تاون في المجال لان انا بحب ان انا احب نيستي لحوالي بحب ان يبقى مفيش مشاكل طب انا بقى هاوفنا تحب ان زوجتك تبقى شغلة معاك في نفس المكان بوصدومة ارجعك في نفس النورة طبعا طبعا جنبي كده جنبي كده بص احنا لو اشتغلنا مع بعضة هيحصل مشاكل كتير انتوا انتوا لو هتغيروا عجوان ايو الشركة يعني احنا هنبقى عادي مع بعض في نفس الشركة مايش بس ما نتعاملشه مع بعض ليه بقى؟ يعني حتت بقى عكوسات بقى في طريقة الشغل مختلفين شوية في طريقة الشغل مختلفين شوية او مش اي شخصيات في الاول في الاخ بس يعني ميادة عايزة الحاجة بيرفكت مهي لسه بتقول فلقى اونا بتحب النظام موظمة جدا حتا في حياتي وحبت كل حاجة في بيتها في كل حاجة منظمة عايزة الحاجة تخلص بيرفكت محمود اعمل كذا في البيت في ساعتها احنا عمدنا رجالة عناية 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 عمدهولك حاجة بس بكرة بقى سترك جاية وممني قولت حاضر بس مفيش فطبيعي مع الشغل استحالة حنتوافق مع راضي صار حتبية عايزة مسلا المكالمة في لحظتها تنزب تشوف المعاينة بتاعة المكينة مسلا في لحظتها بزبط عايزة كما نعرف ديتيلز اوي يعني انا شخصية بحب التفاصيل فهو لو انا بشتغل معايا في تفاصيل محمود ببيتكلمش في تفاصيل اوي يعني محمود ممكن يقول لك هادلاينز كده لو انا حصل واحدين تربعة باختصار بس دعا تقيد الرجالة كلهم مش 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 محمود بس دا كل الرجالة ايوه ده حياء يعني التفاصيل دي بتاعتنا احنا كسفتاتنا حسابة حسابة شغلتنا صعبة شوية في حتة اللي احنا بنتكلم طول اليوم صعب بتكلم مع مديري بتكلم مع عميل بتكلم في التليفون تب محمود ايه اصعب موقف عد عليك مع عميل في بيعة يعني بيعة اه هو بصي موقف كان يبوز اي بيعة انا معرفش هو ازاي عده الحمد لله اي هو مزليم بعربية الشركة ومفل العربية بفور بفور عميل ما انزلش بعربيته عشان دي خدمة عاملها الشركة عميل مش عربية العميل لا سواني يعني الشركة موفرة للعميل العربية اه مخصوص عربية فور بي فور بتعدي عليه تروح تشوف مثلا مكان اللي هو هيشتريه او هيقره او ايكي بنزل انا معا شخصيا مثلا يعني لو انا نزل معا او اي حد من زمالي بننزل معا بالعربية دي ببقى انا اللي سايق او حد معانا سايق يعني على حسب الكيس بس ماشيين في الموقع وامان وفجأة العربية غرزت موضوع يبوز الدنيا كلها والعربية مش هتطلع وفور بي فور مفروض بقى فور ويل درايب وحنطلع متغرس انت بتنزلش بعربية عشان ممكن تغرس احنا عربيةنا بتغرس بس هو غرز موضوع يبقى وعميل موضوع محتج وعميل كان تقيل شكله مش كان تقيل هو عميل كان خفيف في كل حاجة هو كان ظريف في كل حاجة بس كان دي تيلد قوي عايز يشوف كل حاجة عايز يعرف كل حاجة فتلاقيه قلق ابادي العربية باي زمان احنا رح نشوف ايدي الواف الان بيشتري حاجة جديدة طب واشترى اشترى في الاخر وانا رجعت ساعتها بالبدلة كلها حيث اقول لك يوميها كان راجع بجد هو يعني كل حاجة تراب طبعا بيرامل بكل حاجة حاولت تتصرف احنا وقفين فص الصحراء كنا خارجة عيد مفيش عمال مفيش اي حاجة وساعة الغروب كنا الساعة 6 موقف فعلا محرج طيب لأ مثلا وينت بتتكلم في التليفون مثلا معنا كذا شركة بريم تعمل كذا 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 ايه كان الرد مثلا اللي تحسن من قفلك او ضيئك من عمير رد عليك اه تسعب بيبقى في حاجات سخيفة يعني زي ايه او يعني في ناس عد بتتعد عليك فعلا اه يعني ايه بتتعد عليك يعني هو عنده background الناس كتيرة كلمته فزهق بقى فزهق بس انا انا مثلا يعني احنا عندنا ما نكلمش عقام من الهوى فعلا ده ويب سايت والناس بتقدم عليه او على السوشيال ميديا اي يعني مش مثلا مش بتجربوا ارقام كده او اي مساء الخير حالتك عايز تبيع او تشتري او كذا اه بس ساعات مثلا ممكن بتحصل كتير ان مثلا طفل صغير بيلعب بموبايل والده او والدته ويخش يسجل سهلا اه اه بس لها خطوات بتعد يدوس على زراير بس مش فقط لا غير ما فيش حالي صعبة يعني ففي واحد مثلا اكلمه اتلاقيه هجم علي على طول افل السكة في وشك دي حاجة بتدقيقهم فعلا ولا مش بدي اخده عن نفسك عشان هو ما يعرفكش انت يعني هو ما يعرفكش بس برضو انت حاجة بتقفلك كده بني ادم في او وفراخ فلازم تفصل بعدها شوية يعني حاول تفهمه احبي بعصبي جدا حصلت معي انا شخصيا حد تهجم علي في التليفون بشكل مش مش طبيعي وغلط فيه وكده بس انت في الاو وفراخ انت بتقد يعني بتبرزنت الكيان نفسه او سوى الموضوع مش شخصي او الموضوع مغلطشف محمود لا ده هو بيتكلم بصفة عامة على العقارات او على الشركة فانت مش تدار تاخد الموضوع لشخصي وترد انا بقدملك خدمة يعني حتى لو انت مش مش انترستد انت بتقولي انا مش عايز انا بنسحب بعادي بكل ادب بس هي بقى على حسب الانطباع اللي جاي له او على حسب اللي حصل معا قبل كده بيبقى ساعات بتيجي احنا بنيجي في وقت غلط وحنا بنبقاش عارفين احنا المفروض نكلم عاميل امتى صح فعلا لانه مسلا ساعات ممكن بيبقى حد بيتخانق لسه مخلص خنقق في شركة لسه مخلص خنقق في البيت تتفورت على التليفون ونت اول حد تجي في وشه حصلت معنا او يعني في مرة كان في واحدة ساتة بتتخانق وانا اتصلت هي بتتخانق وردت لما دي غلطتها برضو حد شردو بتتخانق بخلص خلال حد الاخر وردت وانت تصل دي ليه وانت عايزة ودوعتك قفرت سكا في وشي اه بس بمطر يعني تمتص بقى الحاجات دي انت كسيلز نفسك بتقابل حاجات كتير بتتطرى تمتصها وما تطلعش ده ترجع البيت بقى المفروض ان انت بترجع البيت برضو ده عالم تاني طبعا عالم حقه عليك عايزة تتكلم عايزة تحكي لك حاجات كتير عايزة تشارك معك يومها ده حقها وعايزة تعرف يومي كان عامل صح وانت عينيته بقى فاصل بس مفيش حاجة اسمها فاصل لانستانت بيحبوا تفاصيل طب يا ده انا طبعا من وجهة نظري انه ما شاء الله مش مهندس محمود ناجح في شركته جدا فطبعا وراء كل الرجل عظيم ناجح امرأة عظيمة عمنا له دعم فضيع عايزة توجيه كلمة لكل ست بتتفرج عينها دلوقتي ازاي تقدر تبقى وقفة وراء زوجها انه هو يرجع بعائد احسن عائد مدي وعائد نفسي لانه العائد النفسي والمدي كده كده بيرجع عليها في الاخر فعايزة تقولي رسالة حلوة لكل ست طيب رسالة حلوة انه هو انا عارفة ان الموضوع بيبقى ستراسفل وعارفة ان ساعات كتيرة بتبقي خلاص جايبة اخرك ومش قادرة وممكن يبقى فيه ستات كمان بتشتغل اراضي يعني هي بتشتغل وبتعمل في البيت وبتبقى مستنية سابورت رهيب من جزءها طبعا لانه هو الفيرس سابورت انا بالنسبالي الزوج هو الفيرس سابورت لأي ست الدعم الاول يعني الدعم الاول لأي ست بجده هو بيبقى زوجها بس الفكرة انه لما بتسوفيه ناجح ولما بتسوفيه مبسوط ولما بتسوفي انت ده بيعود عليكي لانه في الاخر وفي الاول الرجل زي المرر بتاعت مراته مراته يعني وتفر اللي الرجل بيبقى فيه مشاء الله زي ما انت بتقولي مش كل حاجة بس طبعا في حاجات كتيرة بيبان من زوجته من البيت انه هو لو مرتاح ومبسوط وكل حاجة هو هيبان ان هو مبسوط ومرتاح فهي انت لازم تبقى انت مرايحة عشان هو كان يرتاح ويبقى مبسوط ويرياحك فانا شايفة ان دي يعني فشت وان يعني اتكلموا مع بعض وحبوا بعض عشان ينسوا الله الدنيا تمسي وكل حاجة تبقى حالة ميادة ومحبود انت بجد نورتوني جدا انا واشها الله تبارك الله رب يعني ربنا ديم عليكم محبة والتفاهم نورتوني النهاردة انا دايما ببقى مبسوطة اوي لما يبقى معايا بجد نموذج لزوج وزوجة بقى متفاهمين عارفين يقفوا مع بعض اكيد اكيد في مشاكل في قيبة مصر احنا ما نتكلمش في افلام وسرسلات اكيد في مشاكل بس مع المشاكل لو في احترام نبقى احنا كده وصلنا لللي احنا عايزين نوصله مبسوطة جدا نكونت معاكم النهاردة سميني الازواجة